الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام ومع قيم القرآن نجدد الوعي ونتدارس القرآن الكريم ولسيما ونحن في هذا الشهر المبارك نعيش مع القرآن لنستنبط منه قيما نتحاكم إليها ونجعلها معيارا لقضايا حياتنا من بين القيم القرآنية قيمة الأدب مع الناس الأدب كما ذكرنا من قبل يقصد به جماع الخير وخصال الخير وخصال الخير مع الناس تبدأ بالأهل الأدب مع الوالدين والذي ذكرنا القرآن به وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يُوصِيكُمْ اللَّهُ اللَّهُ أَوْصَانًا بأن نُحْسِنَ الْأَدَبَ مَعَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ بخفض الجناح والذلة لهم والتودد إليهم وكيف لا وهناك عبد من عباد الله انطبقت عليه صخرة مع اثنين في سفر لهم فإذا به يتذكر فعله الطيب مع أبيه وأمه أمسك كوبا لبن وظل ممسكا به حتى استيقظ فشرب فحمد الله كان هذا الفعل مع الأبوين سببا في أن الصخرة تنفرج والله تعالى حذرنا من عدم الأدب أي فعل خصال الخير مع الآباء والأمهات حذرنا واعتبر هذا من باب الإفساد في الأرض فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم كذلك بالتبعية صلة الأرحام أدب مع الأخوات ومع الأهل ومع إخواننا ومع أخواتنا ومع عماتنا وخالاتنا وأخوالنا وخالاتنا هذا أدب يتمثل في صلة الرحم وقطع الأرحام من باب الإفساد في الأرض كيف؟ قالوا لأن القطيعة تؤدي إلى الشقاق وإذا موجد الشقاق انتصر الشيطان وسلب من الإنسان عقله ولبه وأفسد عليه أدبه وسلامته لذلك الأدب مع الأهل الأدب مع الأرحام الأدب مع الجيران والصاحب ذي القربة والصاحب بالجنب هذا من أدب القرآن مع الجيران ما هي معالم الأدب مع الجيران؟ إفشاء السلام نصحه إذا طلب النصيح زيارته إذا مرض إعطاؤه إذا احتاج حتى وإن كان غير مسلم عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه في ترجمته وفي مناقبه كان له جار يهودي هذا الجار إذا احتاج شيئا أطلبها من ابن المبارك فأعطاه كان تاجرا وكان صاحب مال رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه فتاجرا في سفرة طويلة فلما عاد سأل زوجته كيف حالكم؟ قالت بخير كيف حال أهلنا بخير كيف حال جيراننا؟ قالت كلهم بخير إلا أن جارنا اليهودي يعرض بيته للبيع فلم يغير ثياب السفر وذهب إليه قال له يا هذا هل حدث منا ما يسوءك؟ هل أغضبناك؟ هل أسأنا جوارك؟ قال لا يا ابن المبارك ولكن عند غيابك احتجت ألف دينار فلم أجد من يقرضني إياه فعرضت بيتي للبيع ومن من اللطائف أن الرجل عندما عرض البيع كان يقول لمن يأتي للشراء يقول له ثمن البيت ألف دينار وثمن وألف دينار أخرى هي ثمن جوار عبد الله بن المبارك فيسأله لماذا؟ قال لأن من جاور ابن المبارك لا يجوع أبدا فقال له تحتاج ألف دينار؟ قال بلى قال هذه الألف دينار ولا نريد سدادها ولا تبرح جوارنا أحدنا الآن يستغرب الدعوة بالأفعان عن طريق الأدب مع الناس تشرح الصدور وتفتح القلوب لدين الله الدعوة بالفعل الحسن والأدب الجم تشرح الصدور للإسلام فما كان من الرجل إلا أن قال لابن المبارك أشهد أن لا إله والله يا ابن المبارك إن الدين الذي رب أمثالك لهو الدين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عبد الله بن المبارك عرض عليه الإسلام وأمره أن يسلم أبدا وإنما دعاه بالفعل دعاه بالعمل الصالح بالأدب الجم إذن نحن نقدم خصال الخير عن طريق الأدب مع الناس لكل الناس لأن ديننا للعالمين للقريب والبعيد للمسلم وغير المسلم للجار والصاحب والزميل نتعاون ونتراحم ونتواصل ونتعايش في ضوء الأمة الواحدة بعضها أعلن توحيده لله وبعضها تعاون على البر والتقوى مع الموحدين لله هذا ما نريد أن نجدد وعينا به أيها الكرام إماطة الأدى عن الطريق أدب حتى مع الحياة الإنسانية وهي شعبة من شعب الإيمان فشعب الإيمان كثيرة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الأدب حتى في المقابلة كان أحد علمائنا الكرام الله يرحمه رحمة واسعة أستاذ الدعوة في جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور هذا الأديب محمود عمارة رحمه الله رحمة واسعة هو وجميع علمائنا أجمعين كانت له عبارة رائعة قال تقابل أحدهم فيقابلك بوجه عبوس قاضب الجبين عبوس الوجه تلقي عليه السلام فيرد شأنه كشأن التاجر تعطيه الثمن يعطيك السلعة أما إفشاء السلام أن تلقى أخاك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقاه بوجه باش وفي لفظ أن تبسط وجهك بسرور لأن الابتسامة وبسط الوجه يشرح الصدر ويزيل الحواجز مع كل الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحب الكرام في مكة هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم بعضهم يحصرها في المسلمين يا أخي الكريم نحن نلقي السلام لأن هذه عبادتنا هذه قيمنا لا ننزل إلى قيم الآخرين عمت صباحا وعمت مساء إنما هذه قيمنا ولذلك عندما ذهب الصحابة الكرام إلى النجاش في الحبشة وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل مجلس النجاش والنجاش وملأه ورجال الدين حوله لم يقل لهم تحيتهم في الحبشة وإنما قال لهم السلام عليكم هذه تحية الإسلام عندما ذهب ربعي بن عامر إلى رستم قائد جيش الفرس في موقعة القادسية قال له السلام عليكم هذه تحية الإسلام لذلك تحية الإسلام بإفشاء السلام تزيل الحواجز نريد أن نجدد الوعي بالأدب مع الناس جماع الخير خصال الخير لعل الحياة تسعد بوجودنا ولعل الله يرضى عنا ويرزقنا أعلى الدرجات في الجنة ويرزقنا المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته